مرحبا بكم أصدقائنا محبي قناة التعلم علوم وتكنولوجيا العزة في فيديو جديد الخيار المخلل أو المخللات كلها أسماء مختلفة لنفس المطبخ الذي لا يمكنك مقاومة عملية الجلوس عليه إنها مخللات بدأت في وضع كل بذرة على العمق المناسب في التربة تبدأ عملية زراعة الخيار بهذه الطريقة هذه جرارة خاصة تعمل على زراعة بذور المخللات أو بذور الخيار يتمتع بنظام ثابت وجميل يضعون صناديق النحل جانب الخيار لأنها تأخذ الرحيق وتقوم بتلقيحه ها هو خيارنا أصبح ناضجا وصغيرا شهدوا كيف ينمو هذه عملية ذكية شهدوا كيف يقومون بقطفي هذا الخيار ما أعجبني هنا هي هذه التقنية التي تحفظك من الشمس وتسهل عليك عملية الانحناء إلى الخيار إنهم يعملون وهم نائمون يا إلهي خيار جميل ونقي هذا الخيار فيه الصغير والكبير وسيقومون بتصنيفه في المصنع لكي يأخذون أصغره للتخليل شهدوا عملية القطف أو الحصاد إنها منهجية ورائعة في التخزين مثالية أليس كذلك؟ هذا الخيار في أمان الله هذه طرق مختلفة في القطف شاهدنا أغلبها اليوم وكلها فعالة لا تتفاجأ من أن هناك الكثير من عمليات القطف هذه الآلات سهلت علينا قطف المحاصيل في غضون دقائق لا أكثر الصين تعتبر من أعظم الدول في صناعة المخللات إنها تنتج الكثير من الخيار حوالي 77 مليون طن في العام إنها كمية كبيرة جدا هذه هندسة رائعة شاهدوا وصدقوا بأعينكم بعد قطف الخيار يتجهون به إلى هذه الحاويات الكبيرة لتحضيره يقومون بوضعه في هذا المصنع الكبير وبعد ذلك تبدأ عملية الغسل والتنظيف شاهدوا هذه خطوة حاسمة يزيلون كل الغبار وكل الباكتيريا ونظفونه بعناية يتأكد العمال يدويا من أن الخيار نظيف مئة بالمئة شاهدوا بعينكم يبدو نظيفا بعد ذلك يضعونه في هذا الصهريج الكبير وينقلونه إلى مكان آخر يتفقد هؤلاء الرؤساء الخيار هل هو طازج أم لا هذه أماكن للتخليل شاهدوا بأعينكم صهاريج كبيرة مثل الآبار يحرصون جيدا أن تكون طريقة التخليل مناسبة للجميع وتكون بنفس المداقي في كل هذه الصهاريج الخيار سيقع هنا في هذه الصهاريج وسيبقى لمدة أسبوع إلى أربعة أسابيع حتى يتخلل جيدا وبعد ذلك يتم نقله بهذه الطريقة ها هو أصبح ذا لون داكن أصبح مخللا شهي جدا هذه جولة في إحدى المصانع أو الوحدات الصناعية للمخللات البقطوعة يقومون بتقطعه إلى قطع متساوية وبعد ذلك تعليبه رائع جدا طريقة مثالية أليس كذلك؟ هل أنتم من عشاق المخللات؟ أخبرونا برأيكم في التعليقات بعد وضع شرائح المخلل يقومون بوضع الماء في داخله الماء المخلل لجعله طازجا حتى في رحلة البيع والشراء وبعد ذلك يقومون بإغلاقه بإحكام وتجهيز الملصق عليه إنها عملية رائعة أليس كذلك؟ وها هو مخللنا أصبح جاهزا مثالي شاهدوا كيف كان الخيار وكيف أصبح هناك العديد من وحدات التصنيع في العالم وهي كبيرة جدا دعونا نخبركم بهذه المخللات داخل هذه الوحدة الصناعية الأخرى الخيار المخلل الخيار المخلل مليء بمادة صديقة للأمعاء وهي البروبيوتك إنه يجعل جسمك سعيد وبطنك جميل لكن ابتعدوا عن المخللات بالصودة داخل المخللات يضعون الكثير من النكات كنكة البسباسي مثلا شاهدوا واستمتعوا أصدقائنا الكرام إذا كنتم من عشاقي الخيار فإنه يفيدكم في صحتكم ولأمعائكم وجهازكم الهضمي نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا أننا سنلتقي غدا في حلقة جديدة ومععد جديد على نفس القناة فكونوا في الموعد جاهزوا أنفسكم إلى اللقاء بي باي معيدنا غدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة